الكلام روحنا فيه في أماكن أنا عارفة أنه متفرقة ليس فقط الاحتفال بالعيد لكن الاحتفاء بأننا معاً والاحتفاء بأننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه كمصريين سوياً أنا بأعتقد أنه دي من أكتر وأغلى الحاجات اللي نجحنا فيها على مدار الوقت اللي فات رغم صعوبات كتيرة لا يغفلها أحد وشان كده عايزة بعد إذن قداستك أرجع بقى وأسأل في الصعوبات حاجة من الحاجات الجميلة للناس كتير ما تعرفهاش أنه الكنيسة في صلواتها بتصلي من أجل البلد كل يوم ضمن الصلوات اللطيفة ارفع عنا الغلاء والوباء وصيف الأعداء مش كده؟ الغلاء والوباء والفناء والجلاء وصيف الأعداء أنا أصلي خدت الثلاثة دولارش الثلاثة عدوا علينا فأحنا دلوقتي خلصنا صيف الأعداء الحمد لله وخلصنا من كتير من التوترات والوباء عدى الغلاء والأزمة الاقتصادية حقيقي فعلا ممكن أن ندرك حاجة أو رسالة روحية ممكن نساعد بيها الناس في دلوقتي صعب وتحدي اقتصادي كبير؟ في فبراير الماضي قامت حرب والحرب ده هي بين قوى عزمة والحرب دي أثرت تأثير بالغ الخطورة على مجتمعات وأوطان والبلدان في كل العالم وصارت دول وشعوب تعاني من أزمة اقتصادية وأزمة في الطاقة الطاقة دي اللي بتسير الحياة العربية اللي ماشية في الشارع دي طاقة الأم اللي وقفة في مطبخ بتطبخ محتاج الطاقة الطالب اللي بيذاكر محتاج الطاقة فأثرت على الإنسان تأثير بالغ الصعوبة بلادنا مش بلاد صغيرة عددا سكانا تعدوا مدى مائة مليون وبالتالي فعلا فيه أزمة في العالم كله ومؤثر علي وإحنا متأثرين بيها وإحنا برضو زي ما بيقولوا دولة من دول العالم النامي لسه